طرحت إحدى الدور العالمية مخطوطة تعد أقدم نسخة من الإنجيل يعود تاريخها إلى فجر المسيحية وتعتبر هذه النسخة من أقدم الوثائق الموجودة في العالم وقد كتبت باللغة القبطية حيث تحتوي على النصوص الكاملة لسفرين من الكتاب المقدس وقال أحد كبار المتخصصين في مخطوطات العصور الوسطى إن النص المخطوطة شاهد على انتشار المبكر للمسيحية حول البحر الأبيض المتوسط وكانت قد حفظت في مصر بسبب مناخها الجاف تتكون النسخة الإنجيل من 104 صفحات وتعد من أقدم النصوص في العالم حيث اكتشفت في مصر في خمسينيات القرن الماضي واشترتها جامعة ميسيسيبي واحتفظت بها حتى عام 1981 ثم انتقلت إلى فنان نرويجي متخصص بجمع المقتنيات القديمة